على بعد أشهر قليلة من سريان العمل بالقانون التوجيهي الجديد للتعليم، رئيس المجلس الأعلى للتهذيب باعثمان يبحث مع روابط تعليم اللغات الوطنية مدى تنفيذ القانون التوجيهي للنظام التربوي. باعثمان قال إن المجلس اتخذ التشاور سنة مع الشركاء والفاعلين في الميدان التربوي، معتبراً القانون التوجيهي محل التشاور ثمرةً لما سماها العناية الخاصة والرؤية المستنرة للرئيس محمد للشيخ الغزواني من أجل النهوض بالممومة التربوية الوطنية. وقال باعثمان إن اللقاء يعتبر مواصلةً لسلسلة الاجتماعات التي تمت مع الاتحادية الوطنية لرابطات أباء التلاميذ والطلاب وبعض النقابات الفاعلة والمهتمة بالشان التربوي. ويحدد القانون التوجيهي الجديد في موريتانيا الصادر العام الماضي أهداف وتطلعات مستقبل التعليم في البلاد، حيث يتناول نظام الدراسة والتسلسل مراحلها والخريطة المدرسية والمناهج والسياسة اللغوية وعمال التعليم والحكامة وتسهير النظام. وأقر هذا القانون في عهد الوزير السابق للتهديب الوطني محمد ماء العينين ليه، وقد تعاقب على القطاع بعده ثلاث وزراء هم أدم بوكارسوكو، الذي لم يقضي على رأس القطاع سوى أيام ليستقيل، وتتداول قصات تعليمية وصحفية أن دافعه للاستقالة هو الاعتراض على البدء في تطبيق فحو القانون مع الافتتاح الدراسي. تلاه الوزير إبراهيم فالو المحمد لمين، الذي تولى المنصب لسنة دراسية لم تكتمل في عاده، حيث ما تزال بعض النتائج السنة الدراسية لم تخرج، وبعض امتحاناتها لم تنظم، والحديث هنا عن الدورة التكملية للباكالوريا. وعرفت فترة المحمد لمين تطبيق السنة الأولى مما بات يعرف بالمدرسة الجمهورية. ثالث الوزراء هو المختار والدائي الذي تسلم المنصب الثلاثاء الماضي بعد ساعات من تعينه على القطاع، وسيكون عليه تطبيق القانون التوجهي الذي طغت نقطة اللغوية على الورشات الممهدة له، حيث أقر فيها للمرة الأولى تدريس اللغات الوطنية في النظام التعليمي للبلاد. اشتركوا في القناة